السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت من أسكنوا بيخير وعلى خير وأنتم قد تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة أسكن بوشرة شانال وما تنسوني شخصي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع الفنانة إيمان تسونامي تتعرض لسكسة قلبية مع انتشار خبر وفاتها إليكم التفاصيل تصارع الفنانة المغربية إيمان تسونامي الموت بعد سعرودها أمس الخميس لسكسة قلبية كانت سببا في تدهور حالتها الصحية بشكل كبير ووضعت على إثرها على أجهزة التنفس الإصطناعي وانتشر خبر وفات تسونامي كالنار في الهشيم بعدما أهلنت الفنانة نجاة تتابع عنها الأمر الذي أثار جدلا عبر مواقع التواصل الجماعي وخلف موجة حزن كبيرة لدى محبيها غير أن عدد من المشاهير سارع لنا فيه بعد تواصلهم مع مقربين منها وبعد تواصلنا مع مدير أعمال الشيخة تسونامي أكد في تصريح لمجلة إلكترونية أنها تعرضت لسكسة قلبية أمس وعادت بعدها للحياة لكن الطبيب المسؤول عن حالتها الصحية كشف أن وضعها الصحي ميؤوس منه وتحتاج فعلا لمؤجزة إلهية وكان المتحدث ذاته أفاد في تصريح سابق أنه رغم عدم استقرار الوضع الصحي للفنانة تسونامي غير أن الأطباء قد لمسوا تحسنا طفيفا في حالتها مقارنة باليوم الأول الذي نقلت فيه إلى المستشفى والذي أكد فيه الأطباء أن أما شفائها ورجوعها إلى الحياة لا يتجاوز إلى واحد في المئة وأوضح أسامة حكيم أن إيمان تسونامي قد تعرضت لتسمم مقصود بنية قتل ولا علاقة له بأعمال السحر أو ما يعرف بالتوكال الذي سبق لها أن تعرضت له من قبل كما نفى أن تكون قد تعرضت لتسمم غدائي بالحفي الذي كانت مدعوة له كضيفة على اعتبار أنه لم يتعرض سواها للتسمم والأداء ومن جهة ثانية أكد مدير أعمال تسونامي اعتزامه سلك سبو القضاء من أجل متابعة المتهمين بمحاولة قتل الفنانة الشعبية مبرزا أن هذه المصطرة رهينا بتحسن الحالة الصحية لإيمان تسونامي وأخذ أقوالها بخصوص الواقع التي عرفها الحفل الذي كانت مدعوة له والذي لم يرافقها له على اعتبار أنه لا يخص العمل فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يهدم أخلقه ودعواتكم عاختي بالشفاء العاجل الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب فهنا أختي أنكم وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة شكرا على اشتركوا في القناة